موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع في أهم ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية من تطورات في اليمن بداية هذه الجولة من موقع عدن الغد والذي يهتم بتطورات الأوضاع في المحافظة الجنوبية وجاء فيه العثور على عبوة ناسفة بالقرب من قاعة أفراح في مدرية المنصورة كما عنوان الموقع محافظ عدن يقول صامدون ولن نتخلى عن شعبنا وحقه في الحرية والأمن والاستقرار في عنوان آخر وزير النقل يكشف عن الموعد النهائي لإعادة افتتاح مطار عدن وخطة يمنية إماراتية لتأمينه من العنوين التي جاءت تفاصيل حيث ركز الموقع على خبر نفي محافظ حضر موت في انتقال الحكومة إلى المكلة جاء في الخبر نفى محافظ محافظة حضر موت اللواء أحمد بن بريك صحة الأنباء التي تحدثت عن عودة وشيكة لوزراء الحكومة اليمنية إلى مدينة المكلة خلال الأيام المقبلة وقال بن بريك في حديث متلفز إنما نشر عن عودة وزراء الحكومة إلى المكلة وعن اتخاذها عاصمة مؤقتة بدلا عن عدن غير صحيح إلى ذلك أكد المحافظ أن المهمة التي تقف أمام إدارته هذه الأيام هو تثبيت الأمن والاستقرار في مدينة المكلة واستعادة نشاط كافة المؤسسات الحكومية إلى موقع الوحدوي نت الميليشيا الإنقلابية تسعى لإفشال المشاورات واستمرار الحرب والصراع الدموي في البلد وفي ذات السياق الوفد الحكومي يقدم رؤيته لإنهاء الحرب في البلاد كما عنوان الموقع وزير الخارجي عبد الملك المخلافي يقول جريمة الهجوم على لواء العمالقة في عمران تنسف مشاورات السنام في الكويت وفي الشأن الميداني ركز الموقع على استمرار التحركات العسكرية للميليشيا في محافظة الجوف يقول الخبر تواصل ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية حجد مسلحيهم بمحافظة الجوف شمال اليمن لليوم الثالث على التوالي في خرق واضح للهدنة التي وقعتها مع الحكومة وقال شهد عيان إن الحوثيين وقوات صالح حشدوا مسلحيهم في مدرية بارط شمال غرب محافظة الجوف وأكد شهود عيان أن الحجد ما يزال مستمرا حيث تقوم الميليشيا بتسليح مقاتلين جدد وترسلهم إلى جباهة القتال في الجوف والتي وقعت جميع الأطراف على مبادرة لوقف إطلاق النار حروب إلى متى تحت هذا التساؤل كتب شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح مقالا يتساءل فيه عن مدى الحرب في البلاد ويقول المقالح أسوأ ما في الحروب أن وقودها البشر وأن أكثر ضحاياها من النساء والشويخ والأطفال وأن الذين عرفوا كيف تبدأ ولماذا بدأت لا يعرفون متى تنتهي وما يقال عن تجار الحروب هو من الحقائق الثابتة ولا مكان معه للخيال أو التخمين وما تتعرض له بعض أقطارنا العربية من إطالة زمن الحروب لا يخرج عن هذا النطاق كل حرب لا بد أن يكون لها هدف وأن تكون لها نهاية وإلا فإنها ستطول وتتوالد وإذا تأخر زمن رفض أوزارها فإنها تكون قد أكلت الأخضر والجميلة من الناس والمنجزات ربما تحولت إلى حالة يومية يتبلد معها إحساس المحارب وإحساس المواطن وهذا الأخير هو الذي يقع على عاتقه العبء الأكبر وقد تصبح الحرب إذا ما طالت جزءا من الحياة البائسة التي يفتقد معها الناس الأمل في إيقافها ولا أمل معها في مستقبل قد يكون من أبرز الشعاراتها ذلك القول غير المأثور من مات شهيد ومن عاش سعيد أي سعادة لمن يموت قهرا وقبل الأوان وأي سعادة لمن يبقى على قيد الحياة بعدما تكون الحروب قد أكلت كل جميل في البلد الذي أحببناه وعشقنا أشجاره وأحجاره وأناسه وعصافيره بحره ورماله وهذا ما لا يفكر فيه السياسيون المتنازعون على السلطة التي لا تساوي قطرة دم واحدة من مواطن بسيط يبحث عن الرغيف ويجاهد لكي يصل إليه ولا أخفي أن الأمل منوط بالأجيال الجديدة التي لا أشك في أنها ستعي تماما أبعاد ما حدث ويحدث وأنها ستدرك بالضرورة أن الخلافات التي تؤدي إلى الحروب بين الإخوة ينبغي أن يتم احتواؤها قبل أن يتسع نطاقها ويستشري وتتحول إلى مواقف مخيفة لا تؤدي إلى الحروب فقط وإنما إلى ما هو أسوأ منها وليس أسوأ من الحروب سوى ارتفاع درجة الأحقاد والضغائن بين الأشقاء وما يصدر عنها من تبادل الاتهامات والخروج بوسائل الإعلام عن الدور المرسوم لها في الارتقاء بالوعي وحماية الإنسان العربي من السير إلى المجهول نتحول بكم مشاهدين إلى موقع يمن مونترون وطالعوا في صفحتي الرئيسية أبرز العنوين ولد الشيخ يقول حل المسائل العائقة دون عقد جلسات مشتركة وفي موضوع آخر الرئيس هادي يعلن تشغيل مطاري عدن والريان جنوبية البلاد خلال الأيام المقبلة وذكر الموقع رئيس الوزراء بن داغر يتعهد بمواصلة الحرب على الإرهاب وفي التفاصيل نعود إلى تطورات مشاورات الكويت وموقف الحكومة من خروقات الميليشيا حيث قال الوفد الحكومي المشارك في محادثة السلام بالكويت إنه سيستمر في تعليق مشاركته في المشاورات حتى توفر الضمانات الكافية لوقف الممارسات والخروقات التي يرتكبها الحوثيون وقوات صالح ويقول بيان أصدره الوفد حضر وفد حكومة الجمهورية اليمنية إلى المشاورات برغبة جادة لقد حضر برغبة جادة في السلام ولإنقاذ شعبنا من الحرب والدمار الذي فرضته ميليشيا الإنقلاب والمتمردين من جماعة الحوثي وصالح والوصول إلى سلام حقيقي يحقق لشعبنا استعادة الدولة والأمن والاستقرار وتابع البيان وصلت جماعة الحوثي صالح وضع العراقيل أمام السلام واستهتارها ووصلت استهتارها بدماء أبناء شعبنا من خلال مجموعة من الأفعال التي تشكل خرقا فادحا لوقف إطلاق النار وأضاف البيان إن هذه التصرفات جرت تنبيه لها باستمرار من قبلنا ومع ذلك وصل الوفد الحكومي تعامله الإيجابي وحرصه من خلال استمراره في المشاورات حيث أشاد المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام بأداء فريق الحكومة وصبره نذهب إلى موقع الصحوانت نقرأ فيه آخر التطورات وفد الشرعية يقول لا عودة للمشاورات إلا بضمنات لوقف خروقات الإنقلابيين أما في الشأن الميدني شهدان وأحد عشر جريحا في خروقات جديدة للميليشيا الإنقلابية في تعز في عنوان آخر موظفون بأمانة العاصمة يتظاهرون تنديدا بقطع رواتبهم منذ ثلاثة أشهر في موضوع آخر ركز الموقع على تفاصيل الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمهات المختطفين في سجون الميليشيا بالعاصمة صنعاء ويقول الخبر نفذت رابطة أمهات المختطفين وحملة أطلقوهم مشهدا صامتا ووقفة تضامنية أمام بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء تضامنا مع قضية المختطفين والمخفيين قصرا في سجون ميليشيا الحوثي وصالح وفي بيان للوقفة أدانت الرابطة وبشدة الإهمال المتعمد لملف المختطفين والمخفيين قصرا من جميع الأطراف وعدم جعل هذا الملف أولوية قبل الشروع بأي مشاورات أو مفاوضات وأضاف الموقع وسلمت رابطة أمهات المختطفين رسالة إلى المبعوث الأممي نشد فيها المجتمع الدولي بضرورة الحسم في قضية المختطفين وبسرعة إطلاق سراحهم إلى موقع التغيير نت نستعرض أهم ما ورد فيه من عنوين وأخبار عملية التطهير ضد تنظيم القاعدة تمتد لوادي وصحراء حضر موت في الجانب الاقتصادي الريال اليمني يواصل هبوطه أمام الدولار وفي التفاصيل ركز الموقع على التطورات التي شهدتها محافظة تاعز وجاء في الخبر شنت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح قصفا عنيفا على الأحياء السكنية ومواقع المقاومة الشعبية في مدينة تاعز بالأسلحة الثقيلة في محاولة للسيطرة على مواقع جديدة واستعادة المواقع التي تم دحرهم منها وأضاف الموقع وتواصل الميليشيا الإنقلابية قصفها العنيف من مواقع تمركزها بما فيها مناطق المكلكل وتلت المكلكل أعتقد وتلت الضنين وجبلهان في تاعز يتابع الموقع في التفاصيل شنت الميليشيا الإنقلابية قصفا عنيفا على القرى التي لم ينزح سكانها بعد في مدرية الوازعية وذلك بعد أن هاجر أكثر من 35 ألفا من سكان المدرية وطلبت قبل يومين من بقية القرى خروج سكانها بقوة السلاح بالإضافة إلى إلى شن قصف عنيف على عزلة الأقروض في المصراخ والأحتدام المعارك العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيا الإنقلابية في جبهة الضباب غرب المدينة في محاولة من الميليشيا للتقدم نحو معسكر الدفاع الجوي عن الحرب والسلام والحوار كتب وزير الثروة السمكية فهد كفاين مقالا ويقول فيه في حالة لم تكن أدوات السلام أقوى من أدوات الحرب فمن الصعب جدا تحقيق اختراق حقيقي في إيقاف الحرب غير مجد استمرار المشاورات في حين يستمر مسلسل الاستيلاء على مؤسسات الجيش وضرب المدن وحصارها ذلك ما كان يحصل في مؤتمر الحوار في موفنبيك حين كانت ميليشيا الحوثي تحاور بيد وتمسك السلاح بيد أخرى مستمرة في اجتياح المحافظات وتفجير المنازل وتشريد المواطنين وكانت النتيجة هي الانقلاب على الدولة وعلى مخرجات الحوار واغتيال أمل اليمنيين في بناء دولتهم إن استمرار المجتمع الدولي في التعاطي مع الميليشيا وفق هذا السيناريو في حين تواصل هي سياسة فرض الأمر الواقع والتغابي والهروب للأمام يزيد من تعقيد الأزمة أجمع المجتمع الدولي والإقليمي على توصيف ما حصل في الحادي والعشرين من مارس عام 2015 على أنه انقلاب على سلطة شرائية واحتلال مؤسسات الدولة وهما نصت عليه القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2216 وعليه فإن ذلك المجتمع نفسه يتحمل مسؤولية إيقاف الحرب وإعادة الدولة المخطوفة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح وحماية اليمنيين وتمكينهم من الاستمرار في مشروعهم السياسي وفق مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها ختام هذه الجولة من الصحافة اليمنية من موقع مصدر أونلاين جاء فيه لواء العمالقة قصة معسكر يمني سقوطه يعلق مشاورات الكويت وفي ذات الموضوع ولد الشيخ يقول نتفهم مسببات قرار الحكومة تعليق مشاركتها في المفاوضات وندعوها للتراجع يواصل الموقع في العنوين المخلاف يبلغ نظيره الكويتي خلفيات قرار الوفد الحكومي تعليق المشاركة في المشاورات وفي تعز تناول الموقع تفاصيل قنص مدني في تعز وجاء فيه قال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن مدنيا قتل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي وصالح في منطقة ثعبات شرق مدينة تعز وأضف المصدر أن قناصة ميليشيا الحوثي وصالح استهدفت الشاب موسى عبدو هاشم أثناء مروره بسيارته من مدخل منطقة ثعبات شرق المدينة برصاصة أصابته في منطقة الراقبة قتل فورا على إثرها ومن جهة أخرى قالت مصادر ميدانية إن مواجهة عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى شمال جبل حبشي إثرى هجوم عنيف مصحوب بقصف مدفعي شنته الميليشيا على مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة في مناطق سد وهر والعينين مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال للصحافة العربية استادراء تبقوا معنا نعود مرة أخرى إلى كوشك الصحافة ونصحبكم الآن في جولة لأهم ما تقوله الصحافة العربية في أعدادها البداية من الصحف الكويتية اعتبرت أن ما حدث نكسة للتفاوض حيث اعتبرت صحيفة الجريدة الكويتية أن ما أقدمت عليه الميليشيا غير مقبول وعنونت احتلال العمالقة عطل المفاوضات المباشرة بين الأطراف اليمنية وتقول الصحيفة إنه بعد الأجواء الإيجابية والمثمرة التي سادت خلال الأيام الأخيرة في مشاورات الكويت اليمنية والتي أصفرت عن أول جلسة حوار مباشر بين الأطراف عادت المفاوضات لتشهد نكسة جديدة بعد أكبر خرق للهنة باحتلال جماعة أنصار الله الحوثية فجر أمس لمعسكر العمالقة في عمران وبالاستلاء على أسلحته الثقيلة وقتل عدد من الجنود تفيد الصحيفة وردا على هذا الخرق قرر وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعليق المحادثات المباشرة مع الوفد المشترك بين الحوثيين وصالح لتعود الأطراف إلى التفاوض الغير المباشر وتقول الصحيفة إن موقف الكويت واضح ومتمثل في مقاله وزير الخارجي الكويتي الشيخ صباح الخالد حيث أفاد لوزير الخارجي اليمني الكويت تقف مع المرجعيات المعلنة والمتفق عليها والمتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 وعلى المبادرة الخالجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وأن مبدأ الشرعية لا نقاش حوله مشددا على أن الكويت ستبذل كل جهد لإنجاح المشاورات تضيف الصحيفة يعمل خبراء الأمم المتحدة السياسيون حاليا على دراسة الأوراق التي قدمها الوفدان واستخلاص القواسم المشتركة آملين العودة القريبة إلى الحوار للبناء على التقدم الملحوظ الذي تحقق في اليومين الماضيين صحيفة الرأي الكويتية تابعت ذات الموضوع وقالت الحوثيون ينسفون المفاوضات اليمنية في الكويت والوفد الحكومي يعلق مشاركته في المحادثات المباشرة وقالت الصحيفة علقت الحكومة اليمنية مشاركتها في المحادثات المباشرة مع الحوثيين في المفاوضات التي تستضيفها الكويت داعية المبعوثة الأممي إسماعيل ولد الشيخ والأشقاء في الكويت ومجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية وبقية سفراء الدول الثمانية عشر إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر وتنقل الصحيفة عن عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني زايد السنامي قال إن وفد الحكومة اليمنية أعلن تعليق المشاورات السياسية اليمنية المباشرة في الكويت احتجاجا على استمرار العمليات العسكرية وخرقات الهدنة من قبل الفريق الآخر وتضيف الصحيفة علما بأن هذا اللواء الموجود في منطقة عمران قد وقف على الحياد ولم يشترك في القتال الدائر بين الطرفين ولد الشيخ السيف أصدق أنباء من الكتب تحت هذا العنوان كتبت صحيفة السياسة الكويتية افتتاحية وقالت صحيفة ليس كافيا أن تعلق الحكومة اليمنية مشاركتها في المفاوضات بعد إقدام جماعة الحوثي صالح على اقتحام معسكر العمالقة فهذا الموقف ليس بحجم الحدث بل الدواء المناسب هو الانسحاب من المفاوضات لأن ما حدث أثبت بالدليل القاطع أن الأداة الإيرانية تفاوض من أجل التفاوض والاستعراض الإعلامي وتنقلب على نفسها بين ساعة وأخرى إذ كيف لمن يدعي السعي إلى الحل ويقدم تصوره في هذا الشأن ليلا أن يخرق ما اتفق عليه ويقتحم المعسكرات فجرا إلا إذا كان قراره ليس بيده فلا يلتزم بما يقوله بعد هذا التطور الخطير بات على المجتمع الدولي أن ينظر إلى الأمور بتجرد ويسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية فالحوثيون الذين أعطيت لهم الفرصة كي يكونوا شركاء في الحل ليسوا أكثر من عصابة مأجورة لنظام طهران الذي لا يريد لهذه المنطقة الهدوء والاستقرار ويمنع أي حل أكان في العراق أو سوريا واليمن حيث حاول عبر دفعه العصابة الإجرامية إلى اقتحام معسكر العمالق المحايد التغطية على ما يجري في سوريا وتحويل الأنظار عن فوضى تسبب بها في العراق طوال الأشهر الماضية كان الحوثيون ينكثون وعودهم للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ولهذا نسأل لماذا لم يدرك أنهم أداة قبل أن يتجه إلى بدل جهوده من أجل تحقيق هدنة والبدء في مفاوضات انقلب عليها حتى قبل أن تبدأ فهل يمكن الرهان على إمكانية انخراط هؤلاء في عملية سلام تنهي المأساة أم أن هذا دليل إضافي كي يعمل المجتمع الدولي على وضع الأطر التنفيذية للقرار 2216 ليخرج 26 مليون نسمة من نفق القتل والدمار الذي أدخلهم إليه الحوثيون بعد التطور الخطير الذي حصل لا يمكن الاستمرار في التعاطي مع جماعة الحوثي وصالح بلغة الحوار فهذه الجماعة لا تفهم إلا لغة القوة وتجارب السنوات الماضية كانت الدليل على ذلك فهي خرجت على كل أسس الحوار وضربت بالمبادرة الخليجية عرض الحائد وأدخلت اليمن في دوامة فتنة لم يسبق أن شهد مثلها في تاريخه وكله كان تنفيذا لأوامر إيرانية إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي تابعت أيضا ذات الشأن عنوانت غدر حوثي يعلق محادثات الكويت تقول الصحيفة علقت الحكومة اليمنية مشاركتها في المحادثات مع الإنقلابيين احتجاجا على سيطرة الحوثيين على قاعدة العمالقة العسكرية في عمران رغم وقف إطلاق النار وقال مسؤول في الحكومة اليمنية للبيان إن الإنقلابيين استغلوا الهدن القائمة وغدروا بمعسكر قوات العمالقة وقتلوا عددا من الجنود والضباط الذين قاموا باقتحام الإنقلابيين والذين قاوموا اقتحام الإنقلابيين في موضوع آخر عنوانت الصحيفة الإماراتية المكلة أهم روافع النهوض في الدولة اليمنية الجديدة تقول البيان المسألة لا تتعلق فقط بنزع مبررات القاعدة من بين يدي ميليشيات صالح والحوثي بل وفي المعاني التي تحملها المكلة بصفتها إحدى أهم روافع النهوض في الدولة المدنية اليمنية المقبلة وتنقل الصحيفة عن الخبير الأردني في الشأن اليمني فتح رضوان قال الدولة المدنية المعاصرة تبدأ من تحرير المكلة وأضف رضوان أن رمزية المكلة تكمن في تفاصيل المشهد اليمني فالمدينة الوادعة التي لم يسمع صوتها كثيرا في مجمل الصراع اليمني يمكن أن تشكل نموذجا مهما لما يجب أن تكون عليه اليمن مستقبلا اتهم محافظ عدن اللواء عدروس الزبيدي في تصريحات إلى صحيفة عكاذ السعودية تنظيم القاعدة ومن لا يريد الاستقرار لمحافظته بالوقوف وراء الهجوم الانتحاري الذي راح ضحيته جنديان وعدد من الجرحة وأكد الزبيدي أن هناك عناصر مأجورة تابعة لتنظيم القاعدة وداعش تحاول زعزعة الاستقرار وبث الفوضى تنفيذا لرغبة من لا يريد الاستقرار فيما أفاد شهد عيان لعكاذ أن سيارتين شهدتها تحت رقان إحدهما عسكرية والأخرى مدنية في موقع الانفجار مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للانفجار وانتشرت في الموقع وتشير المصادر الأمنية بحسب مصادر عكاذ إلى أن السيارة التي استخدمها الانتحاري من نوع آيكوا وكانت متوقفة بجانب مركز تجاري وأثناء مرور موكب المحافظ ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء سيف محرم اعترضتهم وأفاد المصدر الأمني أن موكب مدير الأمن كان يتقدم المسؤولين الحكوميين وتحيط بهم دوريات عسكرية من مختلف الجهات وما أن حاولت السيارة التحرك واعتراض الموكب متوجهة إلى سيارة مدير الأمن حتى اعترضها الطقم المرافق بجانب السيارة لتنفجر ما أزفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين إلى صحيفة الاتحاد عنوانت في إحدى الموضوعات نقص حاد في الكوادر والأدوية والأمصال الصحة في أبيان عليلة وتنقل الصحيفة عن الدكتور فهمي عبدالله نائب مدير مستشفى لودر الصحة في محافظة أبيان تعاني الكثير من المشاكل وتفتقر للكثير من المقاومات بسبب استراعات الدائرة في البلد والتي ألقت بظلالها على الجانب الصحي وأثرت سلبا عليه ويضيف فهمي نحن في مستشفى لودر نعتبر مركز العمل الصحي في مدريات المنطقة الوسطى الأربع بمحافظة أبيان ونشكل نقطة التقاء لكل المرضى في هذه المدريات ويعتبر مستشفى لودر هو الوحيد الذي يعمل بوتيرة عالية رغم عدم توافر الكثير من المقاومات له التي تساعده في تقديم أداء أفضل مؤكدا أن المستشفى يقع في جبهة قتال مفتوحة وساخنة مع الحوثيين منذ شهر مارس من العام الماضي وهي جبهة ثرى والتي لا تزال رحى المواجهات تدور فيها وتتحدث الصحيفة تتحدث عن ظاهرة هروب الأطباء وعن اتجاههم للعمل في العيادات الخاصة والمنظمات الدولية تاركين مستشفيات المحافظة فارغة وخالية على عروشها وتاركين المواطنين يعانون أشد العنى إلى هنا مشاهدنا نتوقف في برنامج كوشك الصحافة وفي العنوين المتداولة في الصحف والمواقع الإلكترونية ونترككم مع السياسة المرسومة الكاريكاتور وفي أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة